اشتركوا في القناة اجراء مراسم عشراء وتعرفون يوم أمس كان السيد الرئيس وزراء في زيارة إلى مدينة الكاظمية المقدسة والمشاركة في مجلس عزاء هناك لمس تأثير هذه التوجيهات وتلمس أيضا الالتزام الكبير من المواطنين بهذه التوجيهات وكذلك بتعليمات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وأيضا قدم الشكر رئيس المجلس والمجلس إلى المواطنين لالتزامهم بهذه التوجيهات سواء كانت توجيهات المرجعية الرشيدة أو تعليمات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وحث المجلس القائمين والمشاركين بهذه الشعار المقدسة بالاستمرار بهذا الالتزام حفاظا على أرواح المواطنين وصحتهم طبعا السيد الرئيس وزراء أطلع المجلس بعد ذلك على نتائج مشاركته يوم أمس بالقمة الثلاثية في عمان وحث الوزراء المعنيين بالتواصل مع نظراءهم في المملكة العردنية الهاشمية وكذلك جمهورية مصر العربية وتعلمون أيضا أن قد تم تبني مقترح العراق يوم أمس بالقمة بتشكيل سكرتارية متابعة قد تعقد اجتماعاتها دوريا وبرئاسة دورية أيضا الرئاسة الأولى ستكون للعراق برئاسة الدكتور فؤاد حسير وزير الخارجية وستعمل هذه اللجنة التنسيقية الوزارية على متابعة المقررات التي تم التوصل إليها في القمة الثلاثية التي عقدت في عمان يوم أمس أيضا سيد رئيس مجلس الوزراء أطلع المجلس على نتائج زيارته إلى واشنطن وطبيعة المباحثات التي جرت هناك وخاصة فيما يخص المرحلة الثانية من الحوار الستراتيجي كذلك عدد من مذكرات التفاهم التي وقعها وزراء الحكومة العراقية مع شركات عالمية في مجالات الطاقة في مجالات الغاز في مجالات الكهرباء وأكد سيد رئيس المجراء خلال الجلسة بأن هذا النهج قد اختطته الحكومة العراقية في بناء علاقات دولية متوازنة مبنية على معايير واضحة وهي المصلحة الوطنية ثم المصالح المشتركة والمبدأ الثالث والمعيار الثالث عدم التدخل في أشؤون الداخلية للبلدان ومعيار أساسي آخر اختطت الحكومة العراقية وهو الاعتماد على التعاون وتعزيز هذا التعاون التعاون الاقتصادي أقصد في مجالات الاقتصاد الاستثمار الطاقة الصح هذه الروابط الاقتصادية التجارية هي المعيار الأساس في الفتاح العراق دولياً سواء مع جيرانه أو بقية دول العالم طبعاً المجلس استمع إلى كالعادة سبوعياً يستمع إلى عرض تفصيلي من السيد وزير الصحة لأوضاع البلد في ظل وجود جائحة كورونا وشدد المجلس على أهمية التزام الأجهزة المكلفة بالإجراءات الوقائية خاصة فيما يترافق مع المناسبات الدينية وتقوص عشراء المقدسة طبعاً المجلس ناقش طويلاً موضوع امتحانات السلسلة ذاتي ودرست كل المقترحات سواء لطالب بها بعض أبناء الطلبة أو اللي عرضها بعض الوزراء وكذلك الآراء لوزارة التربية وهيئة الرأي في الوزارة وقد خول المجلس وزير التربية وهيئة الرأي في الوزارة باتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص امتحانات السادس الأعدادية مجلس الوزراء اليوم اتخذ أيضاً قرار مهم تتذكرون عند صدور الفتوى الشريفة فتوى الجهاد الكفائي وكيف لب العراقيون النداء نداء هذه الفتوى وانتفضوا دفاعاً عن أرضهم عدد كبير من الذين لبوا هذا النداء كانوا من الموظفين وكان هناك قرار لمجلس الوزراء بالرقم 197 لسنة 2015 مجلس الوزراء اليوم قرر إلغاء هذا القرار وأقرار لكم النص إلغاء قرار مجلس الوزراء بالرقم 197 لسنة 2015 والمتعلق بتفريغ موظفي الدولة عند التحاقهم بصفوف الحجد الشعبي وذلك الانتفاء الحاجة إليه بعد إصدار قانون هيئة الحجد الشعبي ذي الرقم 40 لسنة 2016 والذي تولى تنظيم عمل منسوبي الهيئة المذكورة آنفاً هذا تقريباً مجمل ما دار أو أهم ما دار في جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم أكون سعيد بالاستماع إلى أسئلتكم السلام عليكم أستاذ أحمد السجاد الموسوي من العراقية الإخبارية طبعاً أراهن على ساعة صدرك وأستثمر الوقت بسؤالين قصيرات يوم أمس بعثت اللجنة المالية النيابية كتاب إلى الحكومة تطالب الحكومة بتطبيق الفقرة سابعاً من قانون الاقتراض الداخلي الذي تلزم الحكومة بتقديم برنامج معالجة للاقتصاد الوطني خلال ستين يوم هذا الشطر الأول من السؤال من المؤمل أن ترسل موازنة العام 2020 في الشهر العاشر وكذلك تلحقها ربما موازنة 2021 هاتين الموازنتين هل تترمنا تلبية مطالب المتظاهرين لا سيما الخريجين المطالبين بفرص العمل والإصلاق والتوظيف داخل دوائر الدولة شكراً جزيلاً وأسف على طالة شكراً لك خلي تقريباً أسئلتك سؤالين تقريباً في سياق واحد يمكن أعلنت أنا بالمؤتمر الصحفي السابق وقلت بأن وزارة المالية تعكف حالياً لإعداد موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة من أجل تنظيم عملية الإنفاق في الأشهر الثلاثة المتبقية وذكرت أيضاً أن موازنة 21 الموازنة التحادية تقريباً مكتملة الوزارات من قبل تقريباً شهرين أو ثلاثة تعمل على إعداد موازناتها الخاصة بها الآن تقريباً في طور الاكتمال موازنة 21 وعند اكتمالها وتصويت مجلس وزراء عليها سترسل إلى مجلس النواب في هذه الموازنة درجات الحذف والاستحداث وما يمكن إضافته بناء على تقديرات أسعار النفط التي ستضمنها الموازنة ستحاول تغطية غالبية أو ما يمكن استيعابة من طلبات التعين فيما يخص طلبة أصحاب الشهادات العليا يعني أصحاب الأولوية في هذا التعين وكذلك استيعاب من العقود والأجراء اليومي السلام عليكم أستاذ أحمد أحمد مؤيد من قناة يو تي في قبل فترة منحت الحكومة العراقية الضوء الأخضر لشركات هاتف النقال بتجديد جولات التراخيص للعمل في العراق هذا القرار قابله اعتراضات من أدد من أعضاء مجلس النواب بالتالي لجأوا إلى المحكمة للطعن بهذا القرار يوم أمس صدر قرار من المحكمة كيف ستتعامل الحكومة مع هذا القرار الذي صدر يوم أمس من المحكمة شكرا كنهجها قل عادة تحترم القرارات القضائية الحكومة وهذا القرار الذي صدر هو أمر ولائي ليس أمر ولائي بإيقاف توقيع العقود لحين حسب المسألة نحترم القضاء ونحترم كل الجهود سواء البرلمانية أو غيرها التي تحاول أو تعدها ملاحظات على هذه العقود لكن الحكومة عندما مجلس الوزراء قرر هذا القرار كان بدراسة معمقة ومستفيدة وبالاستناد إلى توصيات والهيئة الخاصة وهيئة الاتصالات بهذا الموضوع ستتعامل الحكومة بكل الاحترام مع قرارات القضاء وتحترم أيضا كل الآراء المعترضة على خطوة الحكومة بإعادة توقيع العقود وتجديد التراخيص للشركات العاملة في العراق السلام عليكم ميثم العامري من قناة العهد الفضائية أستاذ أحمد نتحدث عن موضوع خراج القوات الأجنبية من العراق هناك قرار لمجلس النواب يلزم الحكومة ماذا ستتعامل الحكومة بهذا الشأن وهل تم مناقشة هذا الموضوع خلال زيارة سيد رئيسي وزراء إلى واشنطن الأخيرة مع الإدارة الأمريكية كان واحد من أهم الملفات التي طرحت هناك وأعتقد سمعتم قرأتم البيان الختامي لجولة الحوار الثاني وما أشار له من إعادة الانتشار وكذلك تأكيد سمعتم المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه أن غالبية القوات إعداد كبيرة من القوات انسحبت وسينسحب الباقي لم يبقى إلا القليل فهو سينسحبه خلال ثلاث سنوات بالمناسبة طبيعة القوات الموجودة بالعراق حاليا هي غير ليست ذات طبيعة قتالية عندما دخلت داعش إلى الأراضي العراقية واحتلت ثلاث مدن لجأت الحكومة العراقية إلى أصدقائها وضمن التحالف الدولي وطلبت من هذه الدول أن تساعدها في مواجهة داعش وهي هذه القوات موجودة هنا بطلب من الحكومة العراقية وأكيد تتابعون أيضا تسليم القواعد الذي يأتي تباعا يوما بعد يوم قواعد تسلم والمرحلة الثانية من الحوارة الستراتيجي ناقشت هذه القضية بعمق وهناك تفاهم كبير بين العراق والولاة المتحدة الأمريكية حول هذه القضية نعم السلام عليكم أستاذ أحمد مصطفى الشمري مراسل قناة آسيا الفضائية دعوات تطبيع العلاقات علاقات العراق مع إسرائيل بدأت تتصاعد بين أروقات السياسة هناك نبرة سياسية داخلية محلية تتحدث عن هذا الموضوع بفح ولا ضير في ذلك أو ما هو الضير بتطبيع العلاقات ما هو موقف الحكومة من هذه الدعوات أيضا ما هو موقف الحكومة من تلويح إسرائيل بفتح سفارة افتراضية في العراق شكرا هذه القضية واضحة وضوح الشمس سواء الحكومة أو المجتمع العراقي هذه القضية تابعة للقانون العراقي القانون العراقي يمنع أي تطبيع مع إسرائيل وهذا واضح لدى الحكومة العراقية وأما فيما يخص بعض الدول هذا شأن خاص بهم ليس للعراق حق بالتدخل في شؤون داخلية لأي دولة أخرى لكن موقف العراق واضح جدا وهو نابع من القانون العراقي الذي لا يجوز التطبيع مع إسرائيل وأكد البارحة السيد رئيس مجلس الوزراء في القمة الثلاثية على حق الشعب الفلسطيني بدولة عاصمتها القدس والتزام القمة أيضا أكدت في بيانها الاختامي بالمبادرة العربية أيضا بالإضافة إلى حق الفلسطينيين بالعودة الكاملة إلى أراضيهم المسؤولون في السفارة الأمريكية وفي الوزارة الخارجية الأمريكية أشاروا لأن قدرة حكومة السيد الكاظمي على نزع السلاح المنفلية أو السيطرة على سلاح الجماعات المسلحة خصوصا وأنه يمتلك جيش قوي السؤال هنا هل سنشهد في الأسابيع المقبلة عمليات حصر السلاح بعد الحصول خصوصا بعد الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي لا نحتاج هذه الحكومة لا تتحرك بضوء أخضر من أي جهة ومن أي دولة ومن أي طرف نهيج هذه الحكومة مبنية على تقبية الجيش العراقي بناء القوات المسلحة العراقية الرسمية النظامية بطريقة تسمح لها بفرض الأمن على كل بقاع الأرض العراقية كتحصيل حاصل لهذه القدرة ولتطور قدرات القوات الأمنية الرسمية كتحصيل حاصل سيختفي السلاح المنفلت الذي يعمل ويتنقل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها خطة معينة وليست هناك الأسابة المقبلة ليست هناك عمليات معينة التي تقوم بها الحكومة من أجل حصر السلاح وطمئنا تشارع خصوصا ونحن مقبلين على فترة انتخابات الجيش العراقي هو من سيؤمن هذه الانتخابات والجيش العراقي في مراحل تطور كبيرة وهناك إجراءات مهمة يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة من أجل إعادة هيبة هذا الجيش وقدرته وسيطرته على الحدود العراقية وسيطرته على السلاح المنفلت العملية تعتمد على قدرة هذا الجيش على فرض سلطة بالتالي النتيجة ستكون غياب السلاح المنفلت خارج مؤسسات الدولة السلام عليكم أساس أحمد مصطفى كامل الأهرام الدولية طبعا نبارك الحكومة العراقية على هذا الانجاز الكبير الذي حققته هو الانفتاح على الدول العربية ودول العالم من أجل تحسين الاقتصاد العراقي بالأمس كانت هناك قمة سلاثية بين مصر والأردن والعراق وقبل ذلك كانت متمر في القاهرة في عهد السيد عدل عبد المهدي فهل هذه القمة مكملة للقمة الأولى وما هي النقاط والاتفاقية التي تمت في هذه القمة رسالة إلى دولة رئيس الوزراء من ناس ضاعت حقوقهم ولم ينصفهم القانون أو ينصفهم أي مسؤول في الدولة وهم رجال الصحوات الذين قاتلوا ودافعوا عن العراق في قاتل تنظيم داش وقاتلوا القاعدة وسحبت رواتبهم رغم أنه هناك في تشريح قانون الصحوات وشكرا طيب قليل نجابك على سؤالك الأول القمة التي جرت يوم أمس هي الثالثة كانت هناك قمة في القاهرة كما أشرت وقمة على هامش اجتماعات جمعية الأمور المتحدة وهذه هي القمة الثالثة ونهج هذه الحكومة أن تتواصل مع أشقائها وجيرانها والدول العالم نهجها في علاقاتها الدولية هو الانفتاح المتوازن والمبني على المصالح المشتركة والمبني على التعاون الاقتصادي من أجل رفاح مجتمعاتها هذا هو المعيار وهذه القمة الثالثة وكما ذكرت في بداية المؤتمرات الصحفي هناك سكرتارية ولجنة تنسيقية عالية المستوى وهناك حث من السيد رئيس الوزراء للوزراء بالتواصل مع نظراءهم في المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك جمهورية مصر العربية وقد نتلمس نتائج هذا التعاون خلال الأشهر القادمة عفوا فيما يقص هذا الموضوع هذه الرسالة وصلت وسيتم مناقشة هذا الموضوع ونطلع هذه الفئة على أسباب تأخر صرف رواتبهم طيلة هذه الفترة السلام عليكم عليكم السلام معنى محمد حسن أنا وسلم وكالة المعلومة الإخبارية مضى على الحكومة أكثر من مئة يوم وثمت هناك انتقادات سياسية وشعبية على إداءة الحكومة وعدوها بأنها حكومة إعلامية ماذا تردون على ذلك وأين وصلت أعداد الورقة البيضاء الإصلاحية نحن حكومة تقبل النقد المهمة صعبة التحدي كبير بمناسبة المئة يوم نحن نقيس منذ بداية اكتمال الكابينة أعتقد يمكن منتصف الشهر القادم سيكون مئة يوم بالقياس إلى اليوم اللي اكتملت به الكابينة في ظل هذه التحديات وخلال هذه الفترة البسيطة لا يمكن تلبية جميع حاجيات المواطنين ولا يمكن تنفيذ كل مفردات المنهاج الحكومي وقد تسمعون السيد رئيس وزراء في أكثر من مناسبة يطالب المواطنين بالصبر ويطالب بالوقت هذه الحكومة على قدر التحديات وهي تعلم حجم هذه التحديات وقبلت بهذه المهمة وستنجح بها بوقوف الإرادة الشعبية الواضحة خلف هذه الحكومة ورئيسه شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم